إلى شأن اقتصادي الآن الحديث عن استراد الجزائر لثلاثة ألاف مليار سنتيم من مادة زفتة والجودرون كما هي معروفة يعني هذا الرقم المفزع والكبير لهذه المادة التي يتم استرادها من الخارج والتي ترفع من فاتورة الاستراد في الجزائر وتعود بالسلب على اقتصادنا الوطني هو الموضوع الذي تطرقت له جريدة النهار الصادرة اليوم وتحدث تقول عنه بإسهاب كما تحدثت كذلك عن مشتقات البترول التي يتم استرادها من خارج الوطن ونعلم الأزمة الأخيرة التي وقعت فيها الجزائر بعد أحوال الطقس السيئة بسواحل الوطن التي لم تسمح بدخول ناقلات مشتقات البترول من مزوطهما إلى ذلك كما خلف طوابير كبيرة أمام محطات مزوط بالوطن للحديث حول هذا الموضوع أسعد باستضافة المحل الاقتصادي سليمان ناصر مساء الخير وهذا بك مساء النور مرحبا الحديث عن فاتورة الاستراد مذهلة مرتفعة هذا الرقم المخيف الذي بحوزة الآن 3000 مليار سنتين الجزائر تستورد في العام هذا المدى الزفت كما نقول لم تستطع الجزائر لحد الآن من إقامة مصانع في الوطن تستغنيها عن هذه الاستيراد بسم الله الرحمن الرحيم والله شيء مؤسف الحقيقة بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال لما نسمع بأن البلد منتج للنفط يعني ما زال يستورد ما هوش فقط غير مادة القدرون يعني المشتقات النفطية بجميع نواعها يعني لا يخفى عليكم أنه أزمة البنزين أو أزمة الوقود السيارات اللي راهي نظن لحقت عنكم أن هنا حتى العاصمة بدأت عندنا في الولايات الجنوب في ولاية ورق لا تصور أنه الولاية اللي راهي تمون الجزائر ولكن بحكم أنه المصافي موجودة في الشمال ويقولوا بأنه المصافي يعني المواد اللي تدخل في كمواد وسيطة في صناعة اللي اسمه البنزين سيارات جينا من الخارج وكان هناك أسوأ حوال جوية بمعنى أنه البواخر ما قدرتش تدخل الجزائر في حدث أزمة البنزين وما زالت مستمرة فيعني لما يكون المشتقات البنزين مستوردة والمواد الوسيطية مستوردة وحتى هذا الزفت اللي يدخل في صناعة الطرقات في تعبيت الطرقات مستورد فالسؤال ماذا نصنع يعني ماذا ننتج بعد كما قلت أكثر من خمسين سنة من الاستقلال فلابد من إعادة النظر في هذه السمه الأمور التي تعقل الجزائر حسبك هل هي أمور مالية أم حديث عن نقص خبرة أم إقامة مصانع لا أرأي مانع إذا كانت الأموال أموال متوفرة خزينة الدولة متوفرة على أكثر من 195 مليار دولار ورام يقولوا هبط شوية بحكم استهلكنا منه حوالي 8 ملايار أو لا أكثر الجامعات والمعاهد رأي تخرج خبارها وهجرة الأدمغة رأي تستفيد منها بالعكس للدول الأجنبية يعني لا أرى شخصيا أي مبرر باش نعود ونستوردوا المشتقات النفطية وكل ما يدخل فيه إنتاج الوقود السيارات وحتى الزفت هذا من الخارج يعني يتصوروا لو كانت عندنا إرادة لو كانت عندنا إرادة سياسية بين قوسين لكي ننتج هذه المواد محليا بمعنى المصافي اللي رأي مغلقة لابد دوان تصلح سواء إرزيو سواء إنتاج سكيدا سواء إنتاج حاسم سعود سواء إنتاج أذرار وحدة تشتغل وحدة ما تشتغلش وحدة تشتغل شوية وتحبس إلى آخر لو كانت كلها تشتغل لو كان قضينا على أزمة البيترول لا عفوا الوقود السيارات والحاجة الثانية نحن نعرف بأنه من المخلفات هذه المصانع نعم مصانع التكرير البيترول أنه من مخلفاتها يكون عندنا الزفت هذا الذي يستعمل في تعبيد الطرقات فلو كانت هذه المصافي تشتغل بكامل طاقتها وبطريقة سليمة وبطريقة رشيدة وعقلانية لو كان صدقني لا ننجأ تماما إلى استيراد هذه المادة التي تدخل في تعبيد الطرقات لأنه حتى رأييي لما نستوردوا هذه المادة التي تدخل في تعبيد الطرقات راح تزيد من تكلفة المشروع وشهوة نعم يعني طريق سيار نعم بالحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر